هذه الورشة التدريبية المنظمة من طرف السلطة العليا للصحابة والسمعيات البصرية إلى تدعيم قدرات الصحفيين في مجال تعطية الإعلامية للملفات القضائية هذه الدورة سيتلقى المشاركون فيها عروضا ومداخلات مقدمة من طرف قضاة ومحامين وصحفيين تتناول القضاء وسائل الإعلام أي علاقة والتنميم القضائي والملفات القضائية إضافة إلى مواضيع أخرى تتطرق إلى الحق في الإعلام وحقوق الإنسان وتطبيقات عملية للصحافة القضائية وتقنية تحرير الأخبار القضائية تتنزل هذه الورشة ضمن مسار تكاملي لتوطيد كفاءات وقدرات الإعلاميين في مجال الصحافة المتخصصية من الصحافة القضائية وستقدم خلالها عروض نوعية حول العلاقة التي تربط الصحافة بالقضاء وكذا مصطلحات الصحافة القضائية وأليات التلطيات الميدانية لملفات القضائية وهي بدون شك بحكم نوعية العارضين وبحكم طبيعة المكونين أيضا من الذين يواكبون مختلف الأحداث القضائية ببلدنا ستسهم في تعزيز مهاراتهم وفي توفير عرض إعلامي نوعي ومهني بالنسبة للقراء فإن من أوجب أهم صلاحيات السلطة العليا يتأمين نفاذ وانسيابية المعلومة ونفاذ الإعلاميين إلى الملفات القضائية حال علنيتها كما هو الحال بالنسبة لمحاكمات وفي المحاكمة التي تجري حاليا تم اعتماد أزيد بالتنسيق مع السلطات القضائية أزيد من 95 إعلامي لتلطيتها وهو ما يشكل مؤشرا لتنمين انسيابية ونفاذ الإعلاميين إلى التلطيات وصولا إلى تقديم وتنوير الرأي العام حول وقائع المحاكمات ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار سلسلة الدورات التكوينية التي تنظمها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إسهما منها في خلق إعلام مهني هادف يعقوب اللصوفي الموريتانية